ما رأيك في الصداقة بعد الحب؟ الصداقة بعد الحب أنا كانت عندي تجربة كانت عندي تجربة أنه أنا عادي يعني بعد الحب نتقوم بتكلمه لكن شفت أنا الموضوع لا منجحش يعني يحاول تعطيت فرصة مستحيل 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 من أي ناحية أن المشاعر تقعد نفسها؟ لا مو المشاعر ولكن ديما يبقى وحد الباكجراوند هذا الباكجراوند ديما الإنسان ما يقدرش يتخطى يعني يكون بناتكم ماضي اللي ما تخطيهش يقعد يقعد في بالك مواقف صغيرة تعود تشعل تعود تدير اون وهذا الشي إلا بطرات بزاف اون كنت بتفكر الرجعه ولكن كانت تفكير دي أنه تترجع غلق وقف تم يعني رضا لو نقاطعك في الكلامك انتي عرفتني في 2020 كنتم صاحبة وبعد أنا وياه انتهت علاقتنا وانتي تحب معنا الثنين يعني هل تشوف انا وياه ما يلزمش نكمله أصدقاء بالنسبة لي على حساب ما تشوفوا راسكم في المستقبل وش انتي قادرة ترجع للاك على نفس الأخطاء اللي شفتي منه آه يعني كحب لا يعني هي طبيعة العلاقة تغيرت هل ممكن ترجع للاك بالصورة اللي خلالك ممكن تكون خيبة هي خيبة ولا بي يعني هي العلاقة انتهت حاليا نحكيه على الصداقة مش الرجعة أنا أنا كاهندر معاك هي الأشياء السلبية اللي شفتي لك الإنسان فالإنسان درك رضا ما دريناش بعدنا ما شفنا حاجة سلبية أنا ما كننظرش أنا كونك و أنا و سامي و لبيكي أنا نسأل فيك على سامي و بيكي سامي أجي يجي بلي أنا نسأل فيك على سامي سأقول السلام عليكم السلام عليكم أنا ليهي بالصوت و بالتكريسيتي و حس بالماليز يعني ماكش مرتاح إنو قاعدين نحكي بحلوه خاتر هو رضا قاعد يفسلي إنو كفيش الحب عمره مايرجع صداقة فحابا ناخذ رأيه بمانو يعرفنا لكني أختي أختي بلقي سلام أخوي سامي أختي بلقي سلام عليكم سلام عليكم سلام عليكم موية نكمل لك هاد العلاقة ليس هلت مع الأكس ديالك و انتي شفتين شي حويج مع جبوك لذلك شي أصلاً قدرتو كات صحيح ولا ما شيء صحيح واش انتي تبغيت رجع مرة أخرى رغم أنك شفتين لك شي ليه؟ وصلت؟ أما حالياً ما قلت لكش نرجو حب قلت لكتها دايقة المرة مليار الصداقة بعد الحب مكينات بالنسبة لي يعني شك تقولي صداقة بعد الحب بعد المواقف اللي غادي يطراب غادي يتفكروا وإلا تفكرتوا غا تفكروا مرة أخرى في الحب هذا على حسب قانون ريدا الوهبي أحسب ريدا الوهبي ميناء المغرب ريدا نحن نحس أنه جاهزين نسألوا سؤال من البوكس يعني نغم ذولي كارت ترجمة نانسي قنقر